السلام عليكم يا شباب وأهلا بكم في فيديو جديد Live Trading دخلت صفقة B على الذهب حوالي 100 أو 110 نقطة والستابلوس بتاعي تقريبا 12 نقطة نسبة ربح الخسارة 1-9-1-10 صفقة تعتبر Intraday متوسطة المدى طيب خلينا نفهم أسباب دخول الصفقة في البداية أنا فتحت مؤشر DXY طبعا أنا عايز أدخل صفقة على الذهب فبالتالي برجع لمؤشر DXY مؤشر الدولار زي ما تعلمنا في الكورس عشان أحدد حركة الدولار من البداية فلاحظ عندي هنا Price Action على DXY مؤشر الدولار يعني خلينا كده نحدد Price Action لقدامنا كان عندي هنا في Break of Structure أو كسر للهيكل وبعد كده السعر بدأ يدخل في Range طويل جدا لاحظ هنا بعد الكسر السعر صحح فعلا للمنطقة اللي سببت الارتفاع لكن مش للمنطقة الأصلية تمام؟ فبالتالي القاعد تاني اللي تكون بعد الكسر ما سحبش سيولة القاع اللي قبله ما سحبش السيولة هنا اللي تخلي السعر أصلا يصعد ويكون قمة جديدة أعلى العكس السعر هنا بنا سيولة أسفل القاعين دول فبالتالي لاحظ السعر بدأ يدخل في Range حصل هنا سحب السيولة هو اللي أدى لحبوط السعر مرة تانية لمنطقة الطلب ولاحظ السعر بعد تصحيحه لمنطقة الطلب الأصلية سحب السيولة من أسفل القاعين اللي تكونوا بعد الكسر طيب قبل ما ادخل صفقة الدهب لاحظت على الدولار ان خلاص حصل فيه تصحيح كامل وحصل سحب السيولة وبدأت لاحظ دخول بوليش قوي في الماركت فبالتالي توقعت ان الدولار على الأقل ليوصل لآخر قمة ممكن يكسرها ممكن يحصل سحب السيولة يبدأ في الهبوط لكن على الأقل بعد وصول السعر لمنطقة الطلب وبعد سحب السيولة توقعت السعر على الأقل ليوصل للقمة الأخيرة فبالتالي احنا متوقعين دي اكس واي او الدولار يبقى فيه صعود طيب خلينا نرجع للدهب ممتاز طيب لاحظ على الدهب طبعا القمة الأخيرة او منطقة العرض الأخيرة اللي حصل بسببها من الأساس كسر للرينج الأخير وهي تعتبر منطقة العرض دي حصل كسر تصحيح وبعد كده هبوط مرة تانية وحصل كسر برضو لالقاع مرة تانية طيب خلي بقى لك البرايس اكشن هنا ممكن يكون محاير شوية وهنفهم ليه مع بعض حالا لكن خلينا نتجنب القمة دي تماما خلينا نركز على القمة دي او منطقة العرض دي تمام دي منطقة العرض اللي سببت الموجة الدفع وحصل هنا كسر للهيكل او كسر للقاع الأخير ممتاز بقى بالتالي طبيعي انا متوقع تصحيح وبعد كده ممكن اتوقع هبوط وتكوين قاع جديد قال لكن خلي بالك الخط اللي احنا رسمينه هنا دي منطقة طلب قوية جدا فبالتالي لاحظ ان السعر صعب جدا يكسر منطقة دي بسهولة حتى لو الـ price action نفسه في ماركت بيريش لازم يحصل تجميع للسيولة كبير جدا وبعد كده سحب للسيولة وده اللي يقدي لحبوط السعر ولاحظ ان كلمة تجميع للسيولة معناها رينج معناها قمم وقعان السيولة بتتكون اعلى واسفل القمم ووقعان وهي اللي بتقدي لحركة السعر من الاساس فبالتالي لاحظ انه بعد الكسر السعر بدأ يدخل في رينج هبط مرة تانية سحب السيولة سحب السيولة يقولنا انها يحصل فيه قمة جديدة وفعلا السعر صعد كون قمة جديدة لاحظ هنا كسر القمة الاخيرة طيب هنلاحظ ان هنا ده يعتبر سحب السيولة برضو ده مش كسر ده سحب السيولة فبالتالي متوقعين على الاقل السعر يوصل لاخر قاعة تمام فعلا السعر وصل لاخر قاعة طيب السعر هنا سحب السيولة من اسفل الرينج ده وصل هنا لمنطقة الطلب حصل تصحيح كامل بدأ يحصل فيه صعود قوي تكوين قمة جديدة اعلى هنا حصل طبعا break of structure ممتاز طيب هنا تيجي نقطة المحيرة لو انا راسم من هنا منطقة العرض بالشكل ده مثلا وجيت دخلت صفقة بيع من المنطقة دي بالزبط او بعد اغلاق الشمع الانجولفينج دي تمام طيب هل ده معناه ان انا غلط دي نقطة دخول ممتازة ولو اي حد دخل صفقة من المنطقة دي تحليلك صحيح جدا تحليلك مفوش اي حاجة خطأ النقطة الوحيدة اللي كان ممكن نعملها وهي ان نلاحظ هنا السعر مقدرش حتى يخترق القاع الاخير بالعكس لاحظ هنا بعد وصول السعر لمنطقة الطلب الفراعية الاخيرة طبعا دي منطقة فراعية جدا مش منطقة اساسية لاحظنا بعد كده دخول بوليش ضعيف وبدأ يحصل فيه ازدياد في قوة البوليش فبالتالي لما رجعت للتشارت لاحظت ان عندي هنا منطقة العرض الاكستريم او اقصى منطقة عرض لو انا عايز ابيع تعتبر هي المنطقة دي وبرضو لو انا متوقع صعود قوي من الاساس فبالتالي لازم السعر يسحب سيولة قمة قوية مش قمة ضعيفة ولاحظ هنا فيه سيولة ضخمة جدا سيولة باعية دخلت فيه الماركت من المنطقة دي فبالتالي فيه سيولة ضخمة اعلى القمة دي زائد ان عندي هنا منطقة عرض اللي هي تعتبر اقصى منطقة عرض لو انا حابب ابيع زائد ان هنا ولاحظتش قوة كافية بيحصل فيه هنا كسر للقاع اللي تأكد لي ان السعر هيهبط بعد كده فبالتالي حتى لو دخلت صفقة من هنا المفروض تعمل سيكيور او تأمن الصفقة على طول لان هنا بدأ يحصل فيه يقلل احتمالية او قوة الصفقة بشكل كبير جدا اعتقد ان انا دخلت من المنطقة دي وتقريبا في المنطقة دي لكن مش متذكر بالزبط لكن خلينا نرجع للصفقة طيب بعد تكوين القاع الاخير لاحظت حركة قوية وانتظرت عند منطقة العرض الاساسية تقريبا عند تسعتاشر اربعة وبعد كده لاحظت دخول بشامعة وبعد كده لاحظت السعر بدأ يدخل في قللت التايم فريم دخلت الصفقة بتاعتي بعد تكوين القمة الاخيرة لاحظت على الفريم الدايلي طبعا من منطقة العرض بدأ يحصل فيه هبوط وهنا لاحظ حصل فيه كسر للقاع الاخير ممتاز طيب السعر صحح كون لقمة طيب السعر هبط مرة تانية يعني ده ما يعتبرش كسر لان اول قاع تكون ده سحب للسيولة فيعتبر القاع بتاعنا بتحول للقاع ده طيب تاني قاع ما كسروش فده ما يعتبرش كسري انا محتاج سحب للسيولة عشان اتوقع هبوط طيب بانتظرت سحب للسيولة لاحظ ان القمم اللي تكون عندها سيولة تعتبر هي القمم ليه تمام وعندي هنا منطقة العرض يعني ممكن نحددها على الشمعة دي بالشكل ده تمام ولاحظت من هنا فعلا حصل فيه هبوط لكن برضو ما حصلش عندي كسر او مفيش القوة الكافية السعر بدأ يكون مرة تانية صعد ليه المنطقة انتظرت confirmation بموجة بسيطة بيرش وبعد كده دخلت الصفقة بتاعتي والستابلوس بتاعي اعلى القمة هنا لاحظ حصل سحب السيولة وبردو القمة دي لان هنا محصلش او القاع ضعيف جدا مش قاع اقل فبالتالي محتاجين سيولة اكتر فنطلع لمنطقة العرض نتوقع بعد سحب السيولة الهبوط اللي احنا منتظرين ممتاز طيب ده بالنسبة الانتري بتاعتي ولاحظ الانتري بعد تقريبا قفل شامعة الرابع ساعة اللي سحبت سيولة القمة الاخيرة وتكون عندي هنا حركة قوية جدا لمنطقة الطلب طيب حددت في المنطقة دي تقريبا مية وعشرة نقطة عندي هنا فيه منطقة طلب واضحة وهي اللي كونت الصعود الاخير ليه قلت على دي منطقة طلب لان بكل بساطة لاحظ الشامعة دي بعد وصول السعر ليه المنطقة دي منطقة عرض فرعية لاحظ الشامعة دي دلها سحب السيولة الشامعة اللي قبلها دي تعتبر عندي منطقة طلب وعندي هنا في بسيط توقعت السعر ممكن يحصل رد فعل من المنطقة دي حتى لو متوقع هبوط مرة تانية تمام طيب استفقات اللي زي كده واختيار نقطة الدخول الاحترافية مشروحة بالتفصيل في كورس العرض والطلب لو حاببت تعرف تفاصيل الكورس هتلاقي لينك منصتنا الرسمية اسفل الفيديو طيب رجعت بعد كده من منطقة الطلب توقعت تصحيح طبعا بعد اكتر من خلينا ننزل بطايم فريم قال طيب لاحظ على فريم الخمس دقايق انتظرتي يحصل حركة تأكد لي الصعود وحصل فعلا عندي حركة قوية لاحظت بعد كده في الحركة تكون عندي هنا قاع حركة بعد كده تصحيحية يحصل هنا سحب للسيولة للقاع وملء اللي حصل هنا ودخلت صفقة تانية صفقة بسيطة جدا في المنطقة دي بعد قفل شمعة الخمس دقايق اللي بتاعي اسفل القاع والتارجت بتاعي خمسين نوطة تقريبا عن سعر تمنتاشر سبعة وتسعين يعني تقريبا الصفقتين مية وخمسين نوطة في حوالي تلات ساعات الصفقات اللي زي كده مش صعبة نهائي بالعكس صفقات سهلة جدا لكن محتاجة اكيد ممارسة كبيرة دي كانت صفقة سريعة على لدهب حبيت اشاركها معاكم ولو حابب تتداول على نفس المنصة اللي بتداول عليها منصة اكسنس هتلاقي اللينك الخاص بنا اسفل الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو واشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله مع السلام.